أعلن نادي بيشكتاشا تركي عن دخوله في مفاوضاتنا رسمية مع وكيل الأعمال الدولي الجزائر ياسين إبراهيمي تحسبا لضم اللاعب الصيف القادم كما كشف تقارير إعلامية تركية بأن إدارة النادي التركي جهزت عرضا جدا مغرن لللاعب خلفا للدولي الهولندي رايان بابال الذي قرر مغادرة الفريق في انتظار رد إبراهيمي على العرض خاصة وأنه في نهاية عقده بداية من الصيف القادم